لطالما أثبتت المرأة الجزائرية جدارة منقطعة نظير في العمل بميدان الشرطة والأمن الوطني من خلال إسهاماتها وتواجدها في مختلف مصالح الشرطة والعينة هنا مع ضابط الشرطة الرئيسي سهير بوستة الإطار الشاب العاملة ضمن الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغوار ولوج عالم الشرطة من طرف سهير كان بناء على رغبة من الصغر اختياري لمهنة الشرطة لم يكن اعتباطيا بل جاء عن حب ورغبة منذ الطفولة كنت دوما أحلم بالشرف لانتساب إلى مصالح الأمن الوطني والمساهمة في الجهود النبيلة للشرطة إضافة إلى عملها داخل مكتبها فإن سهير وفي حالة وصول قضية تستوجب النزول الميداني وبعد إبلاغ قائدها واستكمال التحقيق يستشار رئيس أمن الولاية أو نائبه قضية مشتبه فيها جارب العصر النسوي شكرا مع الزميلة نتعنى بأن نحرض لك أن نرمع العصر نتعنى بأن نحرض لك أن نقفها مجمع هذه بنتي جد وخاطرة لأن المرأة هذه معروفة بسواقها وراهي بشتبها في سيارة حسب المعلمة الفجرة ضمن كوجد العدة والعداد والوسائل القانونية لتوقفها في أقرب وقت ممكن يتم بعدها تحضير الفرق العاملة ميدانيا مع تجهيز خطة متعلقة بحيتيات القضية والحضور النسوي فيها يكون واجبا وضروريا من أجل تسهيل العملية والتسريع في فك خيوط القضية تكمن مهام المرأة الشراطية من خلال ممارستها لمهامها الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية المصلحة الولئية الشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط من خلال محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها تشارك المرأة الشراطية في الحواجز الثابتة في إطار التحريات والتحقيقات مرأة الجزائرية متواجدة في مختلف مجالات الحياة منها الطبيبة، منها المحامية، منها الأستاذة، منها القاضية ولكل مرأة جزائرية رسالة في الحياة هذه والرسالة هذه من خلال حماية الوطن المرأة الجزائرية عطفا على دورها داخل أسوار البيت تتحول إلى شخص قوي يدافع عن وطنه مطلقة العنان لكون أن الجيل الحالي هو جيل التعمير سليل جيل التحرير لجيل يرمي أعتقد أن الجيل يرمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر